يوم من جحيم الغارات الأمريكية على مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة الأهداف توزعت على محافظات شبوى والبيضاء وأبيان حيث تتركز ما تعتقد واشنطن أنها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة تحليق مكثف لطائرات حربية ومروحيات وطائرات بدون طيار في سماء المحافظات الثلاث وغارات بلغت 25 غارة بحسب وزارة الدفاع الأمريكية بدأت منذ فجر الخميس ولا تزال واستهدفت مواقع مفترضة للقاعدة في المحافظات الثلاث دون أن تتوفر حتى الآن إحصائيات دقيقة بالضحايا أوثق هذه المعلومات تحدثت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في قرية الشعبة بمدرية الصعيد في شبوى جراء ضربة جوية على مصنع لصناعة طوب الأسمنت يعتقد أنه تابع لأحد أعضاء القاعدة المفترضين من آل عاطف فيما توزعت بقية ضربات على مديريتي الصومعة والقريشية في محافظة البيضاء وفي المراقشة بمحافظة أبيان في وقت تداولت فيه وسائل إعلام محلية معلومات غير دقيقة على ما يبدو بشأن عملية إنزال أمريكية على ساحل شقرة في محافظة أبيان الغارات الأمريكية أثارت موجة غير مسبوقة من الرعب لدى سكان المناطق المستهدفة الذين اضطر العشرات منهم إلى مغادرة منازلهم والتوزع في الجبال لتحسبا لحدوث عمليات إنزال أمريكية مشابهة لتلك التي جرت في منطقة تاكلا بقيفة رداع يوما إثر يوم يتسع هامش الأخطاء القاتلة لعملية الدرونز الأمريكية في اليمن ومعها تتسع المخاوف من إمكانية إبقاء اليمن أسير النظرة الأمريكية القائلة بأن هذا البلد لا يزال مرشحا لمواجهات طويلة تلآمد مع القاعدة التي لا تراها إلا طائرة الدرونز الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر